وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تنظم حفلاً لتكريم موظفات القطاع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة مناسبة للدعوة إلى النهوض بأدوار المرأة ومساعدتها على إثبات وجودها في سوق الشغل 8 مارس هي مناسبة للاحتفال بالمرأة ولكن أيضاً هي مناسبة لتقييم ما أنجز في مجال المرأة وحقوق المرأة وتكافؤ الفراص والدور الذي قامت به المرأة في المجتمع المغربي وفي مؤسساتها ولكن أيضاً فرصة للتفكير في المستقبل وأداء المرأة في المستقبل الحمد لله في بلادنا يعني انطلاقاً من مرجعيتنا الإسلامية انطلاقاً من توابتنا انطلاقاً أيضاً من تقافتنا ثم انطلاقاً من فتاح بلدنا على عصره وعلى مستجدات العالم الحمد لله سطعت المرأة الآن أن تصل إلى مواقع متقدمة إنه تشريف كبير وحت على بدل مزيد من الجهد والعطاء وأهدي هذا التكريم إلى جميع الطالبات الجامعية وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل عمل واندماج موظفات القطع